تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء اللبنانيين لمجابهة تفشي وباء الكوليرا أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدته في السيطرة على تفشي وباء الكوليرا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الأشقاء اللبنانيين لمجابهة تفشي وباء الكوليرا بدولة لبنان أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدتهم في السيطرة على تفشي وباء الكوليرا هذا وأعرب المسؤولون اللبنانيون عن تقديرهم من الجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية لدولة لبنان لمساعدتها في السيطرة على هذا الوباء قبل أن ينتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية وحتى لا ينتقل الوباء لمرحلة الاستيطام نحن حقيقة بدنا نغتنم الفرصة لنشكر أخوتنا وأشقاءنا في مصر حكومة شعبا وقيادة على دائما الوقوف بجانب لبنان في كل أزماته إن كان صحية أو غيرها ونحن أكدين أنه بإذن الله بهذه الدعم وهذه الجهود المبذولة إن شاء الله لبنان بمساعدة أخوان وأشقاء وسوف يتمكن من تجاوز المحن اللي عم بيمر فيها ويعد الدعم المصري المقدم للجانب اللبناني تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر ولبنان